لبنان أمام تحدي جديد متعلق بالأمن في البلاد في ظل الأزمات المتلاحقة التي تضرب اللبنانيين اقتصادياً وسياسياً الجيش اللبناني يعلن تمكنه من تحليل مختطة في السعودي بشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية فهل ما حصل في لبنان يعتبر حادثاً أمنياً فردياً أم يشكل مصاراً تصعيدياً في الانفلات الأمني في ظل الأزمة العميقة التي تضرب البلاد هذه التساولات وغيرها نطرحها على ضيفنا الخبير الأمني والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب من بيروت عميد ناجي مرحباً بك معنا يعني صحيح أن لبنان حرر هذا الرعية السعودي من الاختطاف ولكن هذا يضعنا أمام تساؤلات كبيرة هل هذه الحادثة حادثة معزولة فردية متعلقة بمجرد فدية أم لها أبعاد أخرى برأيك طبعاً الموضوع ليس سهلاً ولكن من سوء حد عصابات الخطف في لبنان أن الأمن على جهوزية كاملة للتعامل مع هكذا عمليات لأن سبق ولبنان مر بعمليات خطف سابقة وكان له النجاح والسرعة في كشف العملية وتوقيفها ولكن من سوء الحظ الأمن في لبنان أن حدوده مع سوريا تحديداً تعاني من انفلات لم يتمكن حتى اليوم من قفل هذه الثغرة بسبب قتال حزب الله في سوريا وبسبب المعابر غير الشرعية رغم انتشار ثلاثة أفواج حدودية للجيش اللبناني ومدربين تدريباً جيداً ولكن يوجد لا أقل من 100 أو 120 مسرب الجيش يقفل مسرباً وعشرة والعصابات تفتح خمس أو عشر مسارب جديدة لذلك التهريب إلى هذه المناطق هو ما من سوء حظ الأمن في لبنان وفي تلك المناطق هناك يعني اللبنانيون يعيشون على ضفتي الحدود بين لبنان وسوريا عائلات وعشائر تعيش هناك عندما يصبح الأمن واصل إلى الموضوع الخطف واصل لهذا المكان من الصعوبة أنه نقدر نأمن هذا الموضوع دون التعاون مع الجانب السوري وهذا ما حصلت عملية البعض يتساءل عن هوية هؤلاء الخاطفين أهدافهم وخصوصاً التوقيت الذي يأتي متزاماً مع تحسن علاقات لبنان مع الدول الخليجية على وجه التحديد هل هناك من يريد ضرب هذه العلاقة برأيك؟ أولاً الجهة الخاطفة هي جهة ضليعة بعالم المخدرات وبتهريب المخدرات وهم يستطيعون التنقل بكافة الأماكن اللبنانية كونهم يعني على سلة ويعرفون الطرق التي يكتنفون فيها الحواجز والأمن وهم منتشرون في أماكن لبيع المخدرات والاتجار بها وتهريبها لذلك هذه الجهة ليست سهلة التعامل معها ولكن تحسن الوضع مع المملكة العربية السعودية تحديداً واكتشاف كميات التي كانت تهرب إلى المملكة وحسن الأمن تعاطي الأمن السعودي بهذا الموضوع أعتقد أنه غاضى تلك العصابات قد تكون عملية منفردة موجهة إلى المملكة العربية السعودية فقط كرسالة وقد تكون إذا ما درسنا بعض الخلفيات الأماكن التي لجوا إليها أو انتقلوا إليها إلى الضاحية ومن الضاحية إلى البقاع ومن البقاع إلى الحدود المكشوفة ما بين لبنان وسوريا أمنياً هذه المناطق كلها تحت سيطرة المقاتلة حزب الله يعني هذه المناطق ولم يصدر أي بيان من الحزب لإدانة هذا الموضوع بل اكتفى الحزب ببيان صدره عن العشائر بيان وهمي عن عشائر منطقة البقاع أنه نحن هذا الموضوع يجب أن يلقى موضوعه القانوني وكل ذلك ولكن هذا بيان مبهم وحزب الله لم يصدر منه أي إدانة حتى الآن وعدم وجود إدانة لهذا الفعل هذا يقودنا لسؤال آخر كيف يمكن أن تؤثر هذه الحادثة على العلاقات بين السعودية ولبنان الحزب وإيران وسوريا تتعاطى مع القمة العربية التي حصلت في الرياض تتعاطى وكأن سوريا انتصرت على كل من حاول في سوريا أن يكون من المعارضة أو يحاول تصحيح الخلل في سوريا يعني يتعامل حزب الله بأنه هو من انتصر وسوريا التي انتصرت وكذلك وهذا واضح من خطاب الرئيس الأسد حتى في القمة يعني لم يكن هناك يعني نحن الأعلام تبعنا هام يقول أن العرب عادوا إلى سوريا وليست سوريا التي عادت إلى الحضن العربي هذا الموضوع يعني الحزب الله يتعاطى وكأنه هو المنتصر في هذا الموضوع وبالتالي هو من يفرض إرادته وأنا هكذا أريد أو لا حل كما يحصل في الانتخابات الرئاسة اللبنانية مثلا يعني هذا الموضوع لم تؤثر بعد حسن العلاقات بين سوريا ومحور المقاومة وإيران مع السعودية على وضعنا في لبنان وسوريا طيب نحن على مقربة من الموسم السياحي الصيفي اللي لم نكن قد دخلنا فيه بالفعل إلى أي حد هناك مخاوف سيد ناجي من إمكانية منع دول الخريج رعاياها من زيارة لبنان إلى أي حد هذا يقلق الجانب اللبناني وبالتالي يتعثر الموسم السياحي الصيفي بغتصاله سمعته نعم النية الخليجية واضحة البحرين أعادت سفيرها إلى لبنان هناك تحرك جيد جدا من قبل الأخوة الخليجيين إلى لبنان هذه الحادثة كما قلت لك في أول حديث لبنان لديه المقدرة الأمنية ولديه الميران ولديه لا ننسى أن لبنان في جولة المقاتل في الأردن السنوية يحتل المركز الأول أو الثاني بين 28 دولة في الأمن يعني لبنان أمنيا بواسط تقنياته ومرانه هو بطليعة الدول التي تتعامل مع هكذا عمليات لذلك لا خوف أمنيا على القادمين من لبنانيين مهاجرين أو من السياح العرب ناجم لعب الخبير الأمني والاستراتيجي كنت معنا من بيروت شكرا لك